على الرغم من نجاته من الحروب السابقة والاحتلال الامريكي على مدار السنوات الماضية لكن هذا اليخت الرئاسي الخاص بالرئيس الراحل صدام حسين كان فريسة اخرى للفساد الحكومي فبعدما ظل راسيا في الخارج لثلاثة عقود بفعل الظروف التي مر بها العراق طرح هذا اليخت الرئاسي للبيع مقابل 30 مليون دولار في عام 2008 لكن حكومة المالك اخفقت في ايجاد مشتر الله لتقرر ان يستخدم كفندق ومرفق ترفيه للمرشدين البحريين في محافظة البصرة ومنذ عام 2013 وحتى الان اشتعلت الحرب بين وزارتين النقل والمالية على ملكية هذا اليخت فعلى الرغم من تأكيد وزارة النقل حصولها على الموافقات الحكومية لتملك اليخت الا ان وزارة المالية طالبتها بشراء اليخت منها لتشكل حكومة الكاظمي في عام 2021 لجنة مشتركة تطالب وزارة النقل بشراء اليخت باضعاف قيمة سعره الحقيقي قدرت سعر اليخت على اساس سعر كحديد خردة فقدرت السعر مال تسعمائة ألف وتسعمائة ألف وتسعمائة دولار تقريبا حسب سعر يوم البيع بدل ما هي تطالب تطالب الدولة بمبلغ مليارين مليارين وستمائة واربعة وثلاثين مليون تسعمائة وثمانية يعني اذا هي تطالب مليونين شون تقدرها بتسعمائة ليه جابت اذا هي شي تخسر عليها المبلغ شون تقديرها بتسعمائة ألف هي تطالب مليارين وكسر يعني وإلى جانب ذلك يؤكد مركز العلوم البحرية أن السلطات الحكومية أهملت اليخت الذي يمكن أن يستفاد منه في العديد من البحوث البحرية عندما جاء اليخت إلى العراق للأسف سال اللعاب على هذا اليخت من قبل الميليشيات المنفلتة والأحزاب المهيمنة على كل مفاصل الحياة مثل ما هيمنت على القصور الرئاسية وهيمنت على الشارع وهيمنت على كل دوائر الدولة للأسف سال اللعاب على هذا اليخت ولذلك احنا كناشطين مدنيين وكمواطنين عراقيين وبصريين نطالب بإرجاء هذا اليخت إلى ذوي الاقتصاص مثل الأكاديميات البحرية المتمثلة بمحافظة البصرة لا تعكس قصة اليخت الذي غرق في بحر الفساد الحكومي سوى جزء بسيط من معادلة الفساد التي لم تستثني أي شيء من ماضي العراق أو حاضره